لو انت بتحس ان مفيش بركة والوقت بيعدي بسرعة يبقى انت ما جربتش البلانك جربت عود دقيقة في الاكسرسايز عايزك واحدة من التجارب طبعاً انتها كانوا بيعزبونا في الكورة بي واحد من الاكسرسايزز مفيدة جداً للضهر والبطن يعني والجسم بشكل عين بس انا بالنسبالي واحد من الاكسرسايزز المعلمة جداً في الحياة ان انت تبتدي تحس بقديين الدقيقة وقت طويل قوي وان الدقيقة بيتعمل فيها حاجات كتير قوي ولكن المشكلة ان احنا في العادي متعودين ان مخنا بنحطه في استيميليشن عالية قوي بتعايشه بشكل مستمر فان بيحسش بالوقت فبتقعد على الموبايل ما بتدراش إلا بعد ما ساعة ما تخلص بعد ما نص ساعة تخلص بس الحقيقة لو انت انجاجد في اكسرسايز مهم مفيد في الحياة هتلاقي ناسة بتنجز كتير جداً واحدة من الحاجات اللي بتساعدني جداً ان انا حس بقيمة الوقت هو ان انا اقيس بالزبط المهام اللي انا بعملها خدت قد اي مني وقت دي اخلصت خدت مني قد اي وقت عشان اعملها شكراً يا معلم خدت مني وقت قد اي عشان اعملها فمثلاً باجي اعمل بكتب سكريبت بعمل ريسرش على معلومة دايماً الحاجات الجامدة بتخلص على فكرة في وقت وليل لكن لو وقت عملنا بتركيز 100% فحاول ان انت تجرب انك تكسر عند نفسك معضلة ان ما فيش وقت والوقت بيطير لا فيه وقت ولكن محتاج انك تعمل انشطة دايماً تعلي عند مخك الاحساس بالوقت الاحساس بالوقت عضلة بنقدر نتخويها فدايماً مارس الانشطة اللي تحسسك بخيمة الوقت دايماً خلي معاك انا دي واحدة من الحاجات بتفع معايا قوي يخليك تبقى شايف الوقت بشكل ملموس من غير ما اتطر انك ترجع للموبايل بتاعك وتخش في الدوامة بتاعت السرحان والان انت تخش جوه والسوشيال ميديا والحاجات اللي بتشغلك تابع وقتك اعمل انشطة مفيدة ركز هتلاقي ناسك في وقت في اوقات قليلة قوي بتقدر تنجز كتير قوي ولو قدرت الدوبلكيت ده الانجازات الكبيرة اللي في وقت قليلة ده قدرت تكرره على مدار اليوم اربع خمس مرات هتلاقي ناسك بتقدر في تلات اربع ساعات تنجز انجاز عمرك ما كنت بتعمله في الايام العادية في تمنت ساعات مثلا وتزع ساعات هي تخلى لهم الكثير من الدلع والكثير من السوشيال ميديا والكثير من الديستركشن ركز حس بقيمة الوقت هتلاقي انتاجاتك بتحصن